تعبئة جزئية وخطاب نواوي متهور وهجمات لا تميز بين المدنيين والبنية التحتية الرئيسية وكل ذلك يمثل أكبر تصعيد أو أخطر تصعيد منذ بداية الغزو في فبراير ونحن نرحب رحبنا بتصويت الأمس في الجرامعية العامة للأمم المتحدة وإدانة محاولة روسيا للضم ودعوة لعكس هذه القرارات غير الشرعية وغير القانونية وهذه رسالة واضحة وقوية بأن روسيا منعزلة ومعزولة وأن العالم يقف إلى جانب أوكرانيا في حماية النظام الدولي فالنيتو ليس طرف في الصراع ولكنه سيواصل دعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر من الوقت وفي ليلة أمس وزير الدفاع الأوكرانية قد أحاطنا بشأن الوضع على أرض المعركة وأوكرانيا تحرز تقدم جيد وتدفع القوات الروسية الغازية إلى الوراء في الجنوب وفي الشرق وحلفاء الناتو يزودون أوكرانيا بالأنظمة الحديثة وهذه تشمال المدفعيات والأنظمة والعربات المصفحة وسنرسل المزيد من المدفعيات لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني وأشكر جميع الحلفاء للمساهمات البارزة والكبيرة وأحثهم على مواصلة التعزيز والدعم كذلك نزود أوكرانيا بالوقود وملابس الشتاء والإمدادات وهو جزء من الحزمة الكاملة لأنيتو حزمة المساعدات وبمقتضى هذه الحزمة سيرسل الناتو الطائرات المسيرة المئات منها لأوكرانيا لمواجهة الطائرات الروسية ولحماية البنية التحتية الأوكرانية والشعب الأوكراني وعلى المدى الطويل سنتحول من عصر السوفيت إلى عصر معدات الناتو المتقدمة والحديثة وهذا الصباح عقدنا اجتماع خط لمجموعة التخطيط التابعة للناتو والرئيس بوتن وقطابه النووي خطير وغير مسؤول ونحن نأخذ هذه التهديدات على محمل الجد ونبقى ياقزين ولم نهدد وأي استخدام للأسلحة النووية سيغير من طبيعة الصراع وسيكون له تابعات خطيرة وعواقب وقيمة والروسية تعرف أن الحرب النووية لا يمكن الفوز بها ولا ينبغي أن تشنها والحلفاء كذلك نقش التدريبات طويلة الأجل المخطط لها وستبدأ الأسبوع المقبل وهذه تأتي في إطار ضمان الفعلية القدرات الأوكرانية والناتو هو تحالف يردع العدوان ويحافظ على السلام ونحن نزيد من أعداد القوات قوات التأهب القصوى في الجزء الشرقي وشمالي للتحالف من بحر البلطيق للبحر الأسود والذي يشمل العديد من الفرق وقد اتخذنا قرار اليوم زيادة المغزونات والمعدات وتسريع وتوصيل القدرات بأسرع طريقة ممكنة ووكالات الناتو يمكنون أيضا أن تدعم الحلفاء لتسهيل وتسير التدريب وإيصال المعدات وكذلك تعترقنا لما سنفعله لحماية البنية التحتية الرئيسية لتغفيد التخريب في خطوط أنابيب نورستريم وضعفنا من وجودنا لقواتنا هناك والحلفاء يزيدون من الأمن في المناطق العازل الرئيسية ويعززون المراقبة في جميع المجالات في القدرات الفضائية والقدرات تحت البحار وكذلك الأمن السيبرالي وسيلتقي خبراء من جميع الدول الخليفة للناتو في هذا الأسبوع وقد عزز الناتو عملياته من البلقان حتى الغربية حتى العراق وفي عالم لا يمكن التنبؤ به من المهم أن نعمق وأن نعزز التعاون في الناتو وفي بوسنا والهيرسك الناتو يواصل دعم العمليات التابعة للاتحاد الأوروبي وكذلك للحفاظ على بيئة آمنة وفي الأشهر الأخيرة رأينا صعود للتوترات في مناطق مختلفة وجميع الأطراف عليهم أن يتصرفوا بشكل مسؤول ويتجنبوا العنف والحوار الذي يسره الاتحاد الأوروبي بين بوسنا والهيرسك هو الطريق الوحيد الأمام وفي العراق الناتو يبقى ملتزم بمهمة التدريب ومساعدة القوات الأمنية لقمع الإرهاب والناتو يبقى قوي ويقذ ومستعد لمواجهة أي تهديد من أي اتجاه والآن أنا مستعد للإجابة عن أسئلتكم سنبدأ بأسيدة من قناة سكاي أشكرك شكرا جزيلا الأمين العام الرئيس الفرنسي قد قال أن فرنسا لن تنتقم من خلال الأسلحة أنووية إذا ما شنت روسيا ضربة أنووية ضد أوكرانيا أو في المنطقة هل يعتبر الناتو رد نووي لمثل هذا الهجوم وهل فرنسا تقود الردع الغربي من خلال استبعاد أحاديا الرد أنووي الهدف الرئيسي من الردع أنووية للناتو هو الحفاظ على السلام وردع العدوان وتجنب التعصف من قمع لحلفاء الناتو وعواقب استخدام الناتو للنووية مستبعدة وحرب روسيا خطيرة ومتهورة وهم يعرفون أنهم إذا ما استخدموا الأسلحة النووية ضد أوكرانيا سيكون لذلك عواقب وخيمة وخطيرة وكذلك يعرفون أن الحرب النووية ليمكن الفوز بها وهذا معروف أنا من الوكالة الإصبارية لأوكرانيا سعادة الأمين العام قد ذكرت أن التدريبات التي ستعقد الأسبوع القادم ستكون تدريبات روتينية ولكن هل تأخذ في الاعتبار أو تفكر في سيناريو قد يحدث فيما يخص القطاب الروسي فهم يهددون بضرب الجسور الأوكرانية من قبل الأسلحة النووية وهذا يعني تلوث التربة والمياه وهذا خطير ليس فقط لروسيا وأوكرانيا ولكن كذلك لأوروبا وهل هذا قد يثير المدى الخامسة التدريبات الصامدة نيون هي تدريبات تم التخطيط لها منذ وقت طويل وهي تدريبات سنوية وقد خطت لها من قبل غزو أوكرانيا وهدف هذا التدريب أو التدريبات هو التأكد من أن الردع النووي آمن وفعال وهذا لتجنب العنف والقمع وأي هجوم على حلفاء النيتو والحفاظ على السلام لأنك تعرف أن نشاطنا النووي هو الردع الكامل والحفاظ على السلام وقد أظهرنا أن ردع النيتو النووي فعال ويعمل وقد فعلنا ذلك لعقود سألتني سؤال عن شيئين مختلفين أولا نتعامل مع حلفاء النيتو نعم أي هجوم على حلفاء النيتو سيسير المدى الخامسة ولكن فيما يخص أوكرانيا النيتو ليس طرف في الصراع ولكنه يدعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها فأوكرانيا شاريق قريب وكنا ندعمها لوقت طويل وقد قدم حلفاء النيتو المعدات لأوكرانيا منذ عام 2014 وبالطبع منذ الغزو الأخير قد عزز الحلفاء الدعم وكذلك في الأسبوع الأخير كنا نرسل الأنظمة الأحدث لمواجهة العنف والعدوان الروسي إذن كان هذا مؤتمرا صحفيا لأمين العام لحلف النيتو يينز ستولتنبرغ بعد اجتماع وزراء دفاع النيتو في بروكسيل ستولتنبرغ أكد بأن النيتو ليس طرفا في الصراع ولكنه سيستمر في تخديم كل أشكال الدعم لأوكرانيا ترجمة نانسي قنقر